موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين من تونس العاصمة في حوار شامل مع القيادي في التيار السلفي في تونس الشيخ خميس الماجري حول السلفية وتياراتها في تونس وحجم وتأثير التيار السلفي في البلاد بعد الثورة ما هي رؤية التيار السلفي للدولة والمجتمع ما رد التيار على المنتقدين والخصوم أهلا ومرحبا بك شيخ خميس وبداية نحن نعيش ذكرى ثورة 14 جانفي الثورة التونسية ثورة الياسمين ثورة الحرية والكرامة عدد التسميات وأبدأ منها بالسؤال هل تعتبرون أنفسكم جزءا من هذه الثورة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه جمعين أولا نشكركم على هذه الدعوة وأسر الله أن تكون نافعة إن شاء الله وحيش السادة المشاهدين جميعا لا شك تبعا أن أكثر من يستفيد ومن استفاد من هذه الثورة المباركة هم أبناء هذا التيار المحسوب على التيار السلفي لأن هذا التيار كانوا هم آخر ضحاياه فكانوا هم السياسيون الوحيدون في السجون وبالتالي هم أكثر الناس استفادة هؤلاء الذين كانوا في السجون وكذلك الشباب الذي يتابع ويلاحق هو الذي ساهم بأقدار كبيرة في هذه الثورة المباركة في حين أن رأينا أحزاب أخرى كانت غائبة عن الساحة بل من الأحزاب الكبيرة كانت تطالب الدكتاتور بن علي في يوم 14 جنفي قبل فراره بالليل كانوا يناشدون بن علي أن يبقى إلى 2014 وكان مطالبهم منها إطلاق صراح المساجين وعفو تشريع عام وعودة المختربين وأن يبقى إلى 2014 في حين شعبنا التونسي البطل العظيم خارج ينادي خبز وماء وبن علي لا وكان من هؤلاء هؤلاء الشباب وأنا هنا أريد أن أتحدث في هذه الذكرى الذكرى الثانية على الثورة أنت تقول بأن التيار السلفي كان من أكثر المظلومين في زمن بن علي وهو الآن ربما يكون من أكثر المنتفعين أو لا نريد أن نستخدم من أكثر المستفيدين من فضاء الثورة وما جرى بعد الثورة بشكل مختصر شيخ خميس عن مشاركة التيار السلفي في الثورة كيف شاركتم في هذه الثورة؟ أنا حقيقة كنت في باريس أنا شاركت بخطبي وشاركت بمشاركتي في الفيسبوك والله الحمد بل شاركت منذ 2004 وخمسة كتاباتي في موقع تونس المسلم الذي ساهم في فضح هذا النظام في ممارساته القمعية سواء كان محاولاته تخريب وعي الشعب التونسي أو القمع الذي مرسه على هذا الطير وغيره الشباب خرج كما ككل الشباب واضطر الكثير منهم أن يحلقوا لحام بل اللحام كانت بحكم الضغط الأمني فهم أكثر الناس حقيقة استفادوا بل فعلوا وساهموا في هذه الثورة ومنهم الجرحة؟ أنا دخلت منذ شهر تقريبا في مستشفى شار نيكول حيث وجدت أحد الجرحة في الثورة هو من هذا التيار ووقع القبض عليه لأنه أخذ شيء من الدراهم من نتيجة أنه جرح في الثورة أشترى سيارة هذه السيارة كتب عليها من خلف لا إله إلا الله محمد رسول الله وكتب له أن عشياته يمر قريب من السفارة الأمريكية فتم إلقاء القبض عليه تم إلقاء القبض عليه وأدخلوه إلى السجن ودخل في إضراب جواه سبحان الله من الأشياء التي خذها كوسائل نظال أضرب حتى عن الدواء وهو مريض مرض سكري عفانا وعفاكم وعفا نشاهدين المرضى والله وبالله وطالله لم يستجب لأي أحد أن يستعمل الدواء إلا لأخيكم خميس الماجري أمه لم يستمع إليها فأردت أن أقول أن هذا التيار ساهم ظلم في بعهد من علي وهو يظلب اليوم أنا كنت سأسأل عن الوقت الراهم شيخ خميس هذا بالنسبة لما قبل الثورة عانى التيار من القمع شارك في الثورة بشكل فعال استفاد كما قلت من فضاء الحرية والآن نتحدث عن الواقع الحالي الآن هو لم يدخل في الحياة السياسية زاهد في الحياة السياسية والمهم عنده أن يقتلع جذور هذا النظام الفاسد وهذا الذي فعله الله الحمد هو والشعب التونسي والمقرر في تونس أنه لم يدخل أي حزب سياسي أي حزب سياسي ولا حتى اتحاد نقابي النقابة كانت منخرطة قيادتها منخرطة في المشروع الفاسد مع بن علي فكان الشعب خرج الشعب المسكين الشعب الطهد الذي كاد أن يشتري الهواء ليتنفس بالفلوس في تونس فهو الذي انتفض وهو الذي ومن أسف جاءت النخبة النخبة التي اختطفت هذه الثورة وحرفتها نحو مصالحها ونحو أحزابها ونحو النخبة هذه شيخ خميس دخلت شاركت في الثورة دخلت عبر انتخابات حصلت على انتخابات لم تشارك في الثورة النخبة الأحزاب السياسية لم تشارك هي فاشلة كلها كوادر الأحزاب السياسية هي فاشلت لم تقاوم بن علي قاومت قاومت وفاشلت حتى أنه منسحبه لماذا لم يشارك التيار السلافي في العملية السياسية التي جرت بعد الثورة السلافين في تونسا نوع منهم من دخل الآن في العمل السياسي ومنهم من هو رافض والتيار الكبير هو الرافض يعني يعتبر أن العمل السياسي هو عمل مفروض عن الأمة ليس هو خيار واق ليس لنا في كتاب الله وسنة النبي عليه السلام أن ندخل في الكذب وقراطية هذه لعبة كذب وقراطية نعم أنتم تقفون شيخ خميس ضد المبدأ الديمقراطية نعم نحن الحل عندنا هو الإسلام والنبي عليه السلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وهذا الدين فيه كل خير وكل صلاح الإنسان وكل ما يصلحه وكل ما يطيب له عيشه طيب الجزر شيخ خميس الذي ادخل في الحياة السياسية نعم من السلفيين ما كانت وجهة نظره هو يتصور نفسه سلفي ويتصور نفسه سلفي ويعتبر أنه ولم يفهم أن الدخول في الحياة السياسية ليس هو منهج السلف ليس هو منهج السلف لأنه لو كانت ديمقراطية خيرا لجاء فيه من كتاب الله وسنة النبي عليه السلام لأنه منهج حياة ديمقراطية نحن عندنا الحل واضح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأمة يقع استغلال هذه العاطفة الجياشة نحو الإسلام وما التيار الإسلام الذي انتخب من المسلمين إلا يعني اختطفوا أو اختنموا أو استغلوا هذه العاطفة الجياشة للإسلام فصوتوا أنتم اليوم تقفون ضد نظام الحكم القائم في تونس البرلمان الدستور نظام الحكم كله وتعتقدون أنه نظام الحكم هذا غير مجدي ولا يجوز ويجب تغييره بالكامل نعم هو غير نافع نحن لم ندخل في مواجعة مع النظام ليس هذا من خيارنا نحن نريد الحرية لنا ولشعبنا نحن تونس كانت منغلقة بالقمع وبالإرهاب وبالصوت الواحد والحزب الواحد والزعيم الواحد نحن الآن نقول لشعبنا الآن نحن ندين الله عز وجل أن الحرية جزء من عقيدتنا جزء من دينها وهذا الذي كان يبحث عنه الأنبياء في كل مراحل حياتهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يقول خلوا بيننا وبين الناس نحن ضد الديمقراطية ولسنا ضد الحرية نحن نعتبر أن الشعب الآن له الفرصة له الفرصة أن يستمع إلى كل الأصوات وهو يختار ولذلك الآن القوى الفاسدة الآن تعمل على إقصائنا واستثنائنا وإبعادنا من الساحة حتى لا يستمع إلينا الشعب شيخ خميز إذا كنتم لا تعتبرون أنفسكم أو لا تريدون أن تكونوا في السلطة لا اعتبارات عديدة وأنتم بطبيعة الحال كما تقول لستم في المعارضة أين موقع التيار السلفي الآن في العملية السياسية الجارية أو في المجتمع التونسي قلنا لكم نحن دعاة إلى الله عز وجل نريد أن نحافظ على صفاء الدين وسلامته من البدعة ومن التجاذب السياسي بين المعارض وبين السلطة ولكن مع الأسف يبدو أنه تم إجمع سياسي على أنه يدخلون أن اللعبة سياسية ونحن لا نريدها أصبحنا طرفاً المعادلة السياسية كأنه لا تكون شرعية للسلطة والمعارضة العلمانية إلا أن يشوه هذا الطيار أو إلا أن يكون مادة تبتزاز أو كبشة في ذلك لستم مختفين عن المشهد تماماً أنتم لكم مواقفكم من ما يجري في البلاد في تونس بعد الثورة تنتقدون هذا الحزب تردون على هذا الحزب لديكم موقف سياسي بالنهاية وبالتالي أنتم الحاضرون تحضرون من خلال مواقفكم طبيعة الإسلام طبيعة الإسلام أنه لابد أن يشارك الحياة هذا هو الدين الدين هو الحياة قلنا صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأمرنا الشرع الكريم بأن نحتكم إلى الله ورسوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيته ويسلموا تسليماً وأن هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل يحكم إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله لم ينزل الكتاب من أجل أن يقسم عليه كما تفعل الحكومة الآن ومجلس الوطن التأسيسي ورئيس الدولة بشكل واضح نحن سياسياً نشارك بشكل واضح لا تعترفون بالدستور لا تعترفون بالحكومة لا تعترفون بالانتخابات لا تعترفون بها أطلاقاً نحن مسلمون أم لا نحن إذا كنا مسلمين ينبغي أن نحكم شرع الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك هذا هو كتاب الله لكن تيارات إسلامية دخلت العملية السياسية في تونس وفي غير تونس في تونس النهضة دخلت العملية السياسية وحصلت عن انتخابات وشكلت حكومة وهي تعمل الآن في إطار حكومة هي حرة هي حرة ونحن كذلك حرار نحن نبين وهذا هو الدين قلت لك أن نحن شيوخ حسبنا شيوخ هذا الطيار السلفي نحن يشرفنا أن نكون سلفيين ولكن بدون أن نسمي أنفسنا نحن مسلمون ككل التونسيين ككل المسلمين في العالم سمنا إبراهيم عليه السلام هو سماكم المسلمون المسلم وأخو المسلم لكن صنفنا السياسيون من أجل أن نكون كبشة فداء بأن نكون مادة ابتزاز غربي لأن الغرب وقع سفقات مع هؤلاء النخبة الذين تذكرهم بأنهم قبلوا باللعبة الديمقراطية نحن لا نلعب قال مالك رحمه الله تعالى هذا دين الله لا تلعب لا تلعب بدين الله لن تشكلوا حزمان سياسيا لن لن تدخلوا انتخابات لن لن تصوتوا لأي من الأحزاب التي دخلت الانتخابات لن إذن ما هو مشروعكم مشروعنا الشريع وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدو تعتقد أنه يمكن تطبيق مشروعكم في تونس؟ لماذا أنزله الله إذن؟ وأنزله عبا لكن الآن ترى هناك ظروف سياسية كثيرة تونس ضمن بقعة جغرافية معينة هناك أنظمة سياسية هناك مؤسسات دولية إذن هذا هو الإشكال الإشكال أن تونس ليست حرة ليست دات سيادة ليست مستقلة قرارها حتى الآن ما يسمى بهذه الحكومة الانتقالية وهذه الحكومات هي غير حرة غير حرة غير مستقلة لا تأخذ قرارها بذاتها هي تأخذ القرار وهي تنظر إلى الآخر هل يرضى عن هذا القرار أم لا؟ هل تعملون على إقامة هذا المشروع؟ طبعا لا شك نحن الآن دعاة ندعو الناس إلى أنه بعد 55 سنة من تخريط والحرب أستاذنا هي حرب أفكار وهذا الذي قرره الأمريكان من زمن أن الحرب حرب أفكار لابد أن يعيش المسلمون بدينهم العادي عادي هكذا يصلوا ويصوموا ويعيش مثلنا يعني الآن أنتم تعهدوا وإذا عجزنا وإذا عاجزنا على أن نخرب عقول المسلمين ويصبحوا مسلمين كل بوسنين يعني انتماء جغرافي أو انتماء تاريخي إذا عجزنا عن ذلك يتدخل العسكر يعني أنتم تسعون لإقامة خلافة إسلامية لا شك هذا مطلب الله في تونس هذا أمر الله وتسعون لذلك عبر نشر هذه الفكرة في صفوف التونسيين أو لدى الشعب التونسي هذا هو الدين طبيعة والدين أن يحكم ما أنزل هذا الدين للتبرك والتمسح والتزوير طبعا إذا كان التونسيون لا يريدون ذلك خلي الشعب التونسي لكم بالعكس ها هو ذهب الشعب التونسي إلى الانتخابات وصوت وممثل الشعب من خلال الأحزاب من خلال صندوق الانتخاب التونسيون لا يريدون خلافة إسلامية أولا لا 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 ليس صحيح هذا أولا الشعب صوت لحركة سياسية معروفة لماذا؟ لحركة النعضة لأنها ذات مرجعية إسلامية هذا هو سببان ترك الشعب التونسي يصوت لهذه الحركة سبب أنها ذات مرجعية إسلامية والسبب الثاني لكن تصويت التونسيين للنهضة كمرجعية إسلامية يختلف عن أن التونسيين يريدون إلغاء الدستور وإلغاء البرلمان وألغاء الانتخابات وإقامة إمارة إسلامية لا يفرق الشيء التونسيين يريدون مسلم يصوت له هذا مسلم يصوت له الأخرين يعني لا يرفع في شعر الإسلام لا يصوت لهم وحسبوا حسبوا أن الحركة الإسلامية هذه هي التي ستنزل المشروع الإسلامي في الواقع لكن الخيبة وقعت حتى يوم الجمعة لا أخذ ناشي عطلة أسبوعية في بعض المناطق الآن وقع فتح الخمارات جديدة ونقاط سوديم الشعب التونسي هذا فضلا على الفضايح التي بدأنا أن أسمعه عنها الشعب التونسي هذا الدليل يؤكد عن الشعب التونسي والشعوب الإسلامية في الجزائر عام تسعين نختار الجبهة الإسلامية القاضل لماذا؟ لماذا؟ هذا مرجعية إسلامية لكن هو يختار عبر عبر الوسائل والآليات الديمقراطية شيخ خميس يعني هو معترف الشعب التونسي معترف أن هناك انتخابات هناك حكومة هناك برلمان وهو يذهب ليصوت صوت بالعاطفة لو كان يريد إمارة إسلامية أو يريد مشروعكم كان قاطع الانتخابات نهائية صوت بالعاطفة أولا ليس كل الشعب التونسي صوت حتى النسبة ضعيفة لهذه تقريب ما فتتش يعني فما أكثر من نص أو الأقل معناها ما شاركوش في العملية الانتخابية واحد اثنين هذا يؤكد على أن الشعب التونسي يحب الإسلام بقي الشعب التونسي صوت بالعاطفة وأنا لا أتصور الشعب التونسي قرأ 365 بند التي دعت إليها حركة النهضة بالعاطفة بالحماسة بالولا قلت لك صوتوا لهذا الحزب لسبب بين سبب لأنه صبغة الإسلامية وثانيا لأنه التوهد فشبه مكافأة فشعب التونسي كافأ هذا الحزب الذي تقدم لأنه التوهد من طرف النظام القديم ومع العلم ليس هو الوحيد الذي التوهد فيه كثير التوهد لكن غيره مهروفين على الساحة أو لم يتقدموا بالعمل السياسي طيب شيخ الماجر تسمحنا نتوقف مع فاصل قصير ثم نكمل هذا الحوار مشاهدين نتوقف مع فاصل ثم نكمل حوارنا مع الشيخ خميس الماجر يبقى معنا تحية من جديد مشاهدين في هذا الحوار الذي يأتيكم من تونس العاصمة مع الشيخ خميس الماجر القيادي في التيار السلفي شيخ خميس قبل الفاصل كنت تتحدث عن مشروعكم السياسي أو مشروعكم للمجتمع وللدولة التونسية بالمناسبة أنت تتحفظ على قيادي في التيار السلفي عن هذه التسمية وتقول أنك من التيار أنك من عموم المسلمين رغم أنك من المؤسسين وربما من أبرز الوجوه كيف يمكن أن تحققوا مشروعا سياسيا وأنتم لا تريدون أن تكونوا إطارا يعني لا تريدون أن تكون قيادات لكم تقول أنا لست قيادي في التيار السلفي في نفس الوقت لا تريد أن تكونوا حزبا سياسيا لا تريد أن يكون لكم برنامجا تقدمونه للناس كيف يمكن تحقيق برنامجكم أو تحقيق رؤيتكم بالنسبة للمجتمع والدولة التونسية إذا كنتم يعني منفلتين يعني لن أقول منفلتين لا ليس منفلتين إذا كنتم دون تنظيم يعني غير مؤطرين دائما أقول لك أستاذنا نحن دعاة إلى الله عز وجل ونحن نعتقد كما كل تونسي أن الإسلام هذا جاء ليحكم جاء لنعيش به نحن وهذا الخطاب أزيح عن الساحة في تونس دي مدة طويلة فنحن نؤسس نؤسس على الصح نحن نعتقد بأنه لا يصلح أمر بلدنا إلا بصلاح الإنسان إن الله لا يصلح عمل المفسدين كما قال تعالى وهو يحدد ويضبط مقييس الإصلاح إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أهلك ربي عز وجل الأمم السابقة لأنها خرجت عن الطريق فلا يصلح وضعنا إلا بهذا المنهج الذي أنزله الله عز وجل سبحان الله لكن هنا أسأل شيخ خميس عن آليات أسأل عن آليات التحقيق قلت هذا الكلام الهدف ماذا تريدون لكن كيف يمكن آليات التحقيق يعني إذا أنت لا تريد أن تدخل عملية سياسية كما فعلت النهضة وصلت إلى السلطة كما فعل الإخوان في مصر وصلوا إلى السلطة وبدأوا يحققون مشروعهم أو الحد الأدنى منه على الأقل إذا كنتم لا تريدون دخول عملية سياسية كيف ستحققون هذا المشروع بالإقناع فقط عندها الشعب الشعب إذا اقتنع وإذا اهتلأ حبا وإقتناعا بأن هذا هو الأصلح لبلدنا هو يتصرف بعد ذلك ويتصرف ممكن يقوم ثورة إسلامية حقيقية متحررة من تدخل الدولة أنت تعلم الآن بلدنا ما يمكن أن تصلح بالمشروع الديمقراطي هذا أبدا هو لم يصلح الغرب أول دولة في التاريخ أول من حقق أو مارس الديمقراطية هم اليونان اليوم اليونان لكن هناك تجارب الغربية بالدول الأوروبية ليست تجارب ديمقراطية ناجحة تداول سلطة وتنمية وعدالة اجتماعية نعم هي لكن لم تحقق العدالة أنا عايش في الغرب 22 سنة أنا عارف الغرب من داخلي فيها أكثر من 35% من الفرنسيين الآن لا يصويتون زاهدوا عن العمل السياسي يا أخي هل ممكن يكون برلوسكوني هل يمكن يكون برلوسكوني هذا الشخص الغريب المشوه حققوا تقدم لمجتمعاتهم حققوا حداثة حققوا كرامة إنسانية ليست الدمقراطية التي حققت هل لم تحقق للمجتمع الغربي كرامة إنسانية؟ لا المجتمع وكله الغرب كله يعمل الغرب الذي حقق المدنية في الغرب ليس هؤلاء السياسيون كل المجتمع كل المجتمع بمؤسساته تسمحني دعني من الغرب واسمحني أن نبقى في المشروع السياسي التيار السلفي ونتحدث عن تونس عن ديمقراطية كيف يمكن سنتحدث عن الغرب لكن خلينا بنقطة المشروع التيار السلفي حاليا في تونس إذا كنت تقول أنه بالإقناع بالإقناع الناس كيف يمكن أن يقنع التيار السلفي الناس اليوم أو الشعب التونسي وهو يقاطع الأعلام لا يريد أن يتحدث بالأعلام لا يريد أن يشرح وجهة نظره هناك مشكلة بينه وبين الإعلام والصحافة والتلفزيون وغير ذلك لا غير صحيحة غير صحيح نحن نستثنى نحن نقصى نحن الآن نشعر بالتمييز أنا أخوكم خميس الماجري لم ترخص للحكومة نكون إماما ونخري جامعة زيتونية ولست أنا فقط كل مشايخ الطيار يعني مستثنين من أن تقنن وضعيتهم نحن ثم قصاها نحن بالعكس أي قناة أعلامية تدعونا إلا بضع نحن لدينا قنوات مقطعينها ولكن في قنوات نحن نحضر لها بالعكس أنا أخيرا فيه جريدة تونسية عملت معي حوار لم تنشره خافت فنشرته في صحيفة أخرى نحن الآن في عملية إقصى واستثنى وتمييز حتى لما تقابلنا مع مرزوقي يعني شن علينا الناس كيف تتمشوا يعني إقصى بالعكس نحن ضحية الإقصى طيب مشروعكم السياسي هو تحويل تونس لأفغانستان أيام طالبان لا نحن نحاول ما مشكلهم طالبان طالبان هم الذين تعتبرون أفغانستان أيام طالبان نموذج يجب تونس أن تكون كما هي طالبان خير من من كان قبلهم وخير من من كان بعدهم لما كان الذين كانوا قبلهم هم الذين ألجأوا لوجود طالبان ما طالبان جاءت إلا لأن المجاهدين تقاتلوا فجاءوا كان هناك حرب أهلية في أفغانستان بين المجاهدين فجاءوا وهم خيروا من نموذج هذا العميل الأمريكي الذي خرب البلد الآن تجد نموذج أفغانستان أما نحن تونس لنا وضعنا آخر ما هو الإسلام نحكم الإسلام هذا مشهوعنا يا خيرة وهذا من العقيدة هذا من الإيمان ما عن ناش خيار هذا أمر الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه هذا من شروط الإيمان وبالقسم ما يمكنش يكون الإنسان المؤمن بدون تحكيم شرع الله عز وجل تجدني على هذه النقطة تجدون في أفغانستان أيام طالبان نموذجا يصلح لتونس لا لا ما قلت أنا نموذج أما أنا قلت طالبان خير من غيره طالبان كانت تحكم بالشريعة الإسلامية طالبان شوهت شوهت كما يشوه كل إسلامي صادق طالبان وضع عهد طالبان خيرا من الذين قبلهم وخيرا من الذين بعدهم عدم اعترافكم بالعملية السياسية اليوم ألا يعتبر من الناحية الشرعية كما تعتقدون خروجا عن الحاكم ما فهمت عدم اعترافكم بالعملية السياسية كاملة بالرئاسة وبالحكومة ألا يعتبر خروجا عن الحاكم خروج الحاكم هو لما ترفع سلاح نحن ما رفعنا سلاح لا تعترفون بهذا الحاكم لا تعترفون بالقانون لا نعترف بها نحن قانوننا هو قانون الله عز وجل هو شرع الله عز وجل هذا لا يعتبر خروج على الحاكم وعن النظام لا طالما لم أرفع سلاح أنا لم أخرج عنه نحن أكثر الناس محترمين إذا كنت لا تعترف بالقانون هذا يعني أنك لن تطبقه لا بالعكس نحن لا تجد فينا سارقا ولا تجد فينا يستغل موقع في الدولة وتجد أكثر من فقراء من عامة الشعب نعاني أنا ليس لي عندي بيت في البلد في تونس أنتم الأكثر الناس هم منعوا تعد الزوجات أنا عندي زوجة واحدة هم عندهم عشرات الخليلات واضح لماذا لم تتزوج مرة أخرى لا أردت أن أقول لك هذه قوانين التواغيط التغطية هذه التي وضعوها هم لا يحترمونها هم الآن مثلا أخذ لك حدث هذوم الشباب الذين ماتوا في السجون من أجل إضراب جواه لماذا ماتوا السلطة قررت أن يموتوا هذولا بشكل متعمد متعمد لأنهم يعلمون فيه شباب مضرب إضراب جواه أهملتهم حتى ماتوا طيب لماذا أضربوا لأنهم مظلومون شيخ خميس تعمدت السلطة تعمدت موت نعم مدير السجن قال خليه موتوا الكلاب مدير السجن قال هذا ثم أستاذنا أرجوك هم أضربوا لأنهم شعروا بالقهر بأن موجودين في السجن بدون تهم أنا التفايت بالمأسف حول هذا الموضوع لا خلينا نواصف أرجوك فضل في حين هذه قضية هذه الرياحة رياحية هذه المؤثرتها هذه القضية وزير الخارجية بسرعة ملف تخدم وهؤلاء يموتون من أجل قولهم سرعوا بملفنا للقضاء حتى يبت وهذه لأنه سهر فلان ابن فلان ولأنه وزير خارجية لابد هذه ألف الرياحي لابد أن يعني نعجل في تمرير هذا الملف أمام القضاء أنا التقيت أنا التقيت بوزير الصحة التونسي السيد عبداللطيف مكي وسألتها حول هذا الموضوع وقال إننا في وزارة الصحة وكنت أسأل تحديدا عن وزارة الصحة لماذا تركتهم يموتوا في السجون قال بأننا لا يمكن وفق حقوق الإنسان والقوانين أن نجبرهم على تناول الطعام حتى وصلوا إلى مرحلة الموت وعندما حاولنا إنقاذهم في اللحظة الأخيرة لمن ثمك ليس صحيح قانون أنا قلت لك هذه كل قوانين طاوطية ربي قال وتعاونوا على البر والتقو ولا تعاونوا على الإثماء وادوان الإسلام حرم إذا وجدت إنسان يغرق حرم عليك وتكون مجرما مشاركة في الجريمة إذا غرقه ولم توقظه الإسلام حرم على امرأة الجنة لأنها أمسكت هرة فلا أطعمتها ولا تركتها تنبش حتى تأكل من الأرض هذه القوانين كلها فاسدة هذا يتبرر بقانون فاسد نحن الإسلام أوجب علينا لابد أن ننقذ مسلما هؤلاء حفظت القرآن هؤلاء يوقفوا ضد الطاغية بن علي هو يقول بأن هذا القانون دولي لا يمكن أن تجبر شخص على تناول طعام لا هذه قوانين طاغوطية تجبره تجبره تلزمه فرض عليك هم مشاركون إذا تكلم هذا الأستاذ عبدالطيف المكي بهذا الكلام فهو مشارك قاتل كيف تجبر إنسان على تناول طعامه أجبره لو أدخلونا نحن نحن المشايخ لو خلاونا نحن المشايخ مثلا ندخل لهؤلاء ثم صدقني هذا محمد البغتي رحمه الله البشير يقول لي ما مات بسبب ضرب جواب التقرير الطبي يقول في محمد البغتي رحمه الله أنه مات بسبب يعني نزيف دماغي والآخر بسبب سكتة قلبية طلعت على هذه التقارير ونحن سجنة ونعرف إذا كنت في حالة تعذيب وقتلت حط سكتة قلبي لكن ما في شيء خميس لا شيء يعني مثل ما يقال يتخبى في تونس يعني لو كان هذا الموضوع حصل كان يعني حصل يعني هم قتلوا في السجون ولم يموتوا مغرب الطعام التقرير يقول الأول محمد رضا القلي رحمه الله مات بسبب سكتة قلبية والثاني قال بسبب نزيف دماغي ما علاقة الإضراب الجوع بالسكتة القلبية والنزيف دماغي ملافع عند المحامين الآن طيب فيما يتعلق بالبرنامج السياسي أو الرؤية السياسية التي تتحدث عنها بالإقناع لكن في بعض الأحيان يستخدم العنف من قبل التيار السلافي لتطبيق هذا البرنامج ستة عشر قتيلاً يا أخي يدخل البوليس إلى بيت غرفة نوم ويقتل إمرأة أمرأة 25 سنة أم ترضع في رضيع عمرها شهرين بسبع رصاصات لكن تم الهجوم على بعض الأماكن أين هو العنف الآن مسلط من الدولة ما قعش هذا في عهد بن علي هذا لو يقع في فلسطين عند اليهود دولة تدخل تقتل امرأة تسقط الدولة فرنسا هذا شاب اسمه محمد مراح من أصل جزائر وفرنسي متهم بأنه قتل ثمانية يهود يهود يقتل فرنسا مش جريمة اكس اكس جريمة ومعن فرنسي ثمانية متهم واحتمى ببيتي بقي ثلاثة أيام والشرطة تحسر البيت وتفاوضه حتى يسلم نفسه ثم ما دخل البوليس إلى بيتي إلا ما هو بدأ بالرصاص نحن لم نتعلم من فرنسا اسمحني دقيقة طب هذه الحادثة تحديدا فيها روايات في عهد الجاهلية في عهد الجاهلية أستاذنا لما حاصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة بقي الليلة كامل يحاصرونه قام أحد المجرمين قال لأبي جاهل يا أبا الحكم قالوا ألا نتسور البيت وندخل نقتل محمدا قال لا والله حتى لا يقول العرب إننا تسورنا وأرعبنا بنات محمد مقتل هذه الأمرأة فيه روايات متعددة هناك رواية للداخلية تختلف عن الرواية التي ذكرتها قتلت المرأة الروايات كلها تجمع على أن مرأة قتلت في اشتباك لا ما في اشتباك ما ورعوناش سلاح هذه إشاعة طيب ولو سلاح نقطك في فرنسا قتل ثمانية أشخاص حتى في القانون تونسي ممنوعة الآن الشرطة في تونس تقتل في الشارع 16 شخص قتل اليوم وثم تقولون لي شباب السلفي يمارس في العنف أنتم متهمين بشكل أساسي هل قتل السلفيون رجل أمن هل قتل السلفيون سائحا هل اختطف امرأة لم يقع هذا أنتم متهمين اليوم بأنكم مبعث قلق للمجتمع التونسي ولكثير من التونسيين لأنكم تهددون باستخدام العنف وتستخدمونه ضد بعض الأماكن تهددون بعض الفنانين الرياضيين بعض رجال المجتمع في تونس تهددونهم باستخدام العنف ولذلك هناك قلق من التأي كيف يمكن أن تقنعوا الشعب التونسي كذب هذا كذب أنا نتحديت ما الحقيقة أنا نتحديت رشد الغنوشي إلى مناظرة دعبته إلى مناظرة وأنا نتحدى كل تونسي أن يقوم معنا بمناظرة حتى يثبت هذا الدعب كلها كاذبة يا أخي في العالم السياسة إذا كانت هذه كاذبة شيخ خميس سنستمع للحقيقة منك أو كما تراها لكن بعد فاصل قصير الله يحفو مشاهدين الكرام نتوقف مع فاصل ثم نكمل الحوار تبقوا معنا تحية من جديد مشاهدين في هذا الحوار الذي يأتيكم من تونس العاصمة وهذا الحوار مع الشيخ خميس الماجري القياد في التيار السلفي في تونس شيخ خميس كنا نتحدث عن مشروع سياسي وأخذ ربما حديث وقتا لكن فيما يتعلق بالعنف يعني أصبح من البديه اليوم أن التيار السلفي يرتبط اسمه أو يرتبط هذا التيار بمصطلح العنف دائما هناك قلق من التيار السلفي ومن العنف مع أن هذا كثير من المسلمين وحزاب إسلامية يقولون بأن هذا يشوه الإسلام الإسلام هو دين تسامح دين انفتاح دين تعاطي سلمي وليس دين عنف وتهديد وتهديد بالقتل وتكفير وإلى آخر نعم صح هذه التشويه خلفها الأعلام خلفها الأحزاب التي تريد أن تشيطن الخصم وتريد أن تدخلنا العمل السياسي ونحن رفضين العمل السياسي نحن دعاته نريد أن نحافظ على الدين على بهايه على جماله على صفائه على اعتداله كما أخذناهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وألي بيته فهم يريدون لازم العمل السياسي لازم تشوه نحن نشوفنا في التلفزيون التونسي وزير المالية يقول نحن من الأشياء التي يمكن أن يعيننا عليها الغرب أن نقول روى عنا سلفيين حتى يدعمونا طب كيف تتعاملون مع من يختلف معكم؟ بالحسنة بالدعوة يعني إذا قلت الآن أنا لا أقتنع بمشروع التيار السلفي في الإمارة وأنا أريد الآن برلمان وأريد كيف تتعاملون معنا؟ لم نأخذ أي شخص بالقوة وبالعنف قلنا له تعالى نكون معنا نحن دعاات يا أخي ألا يعتبر كافرا لأنه لا يريد إمارة إسلامية في تونس إذا خالف نصا قطعيا من الكتاب والسنة فكرا أم عملا فكرا أم عملا اللي خالف يقول أنا الإسلام ما جاش بشي يحكم يكفر هو مسلم يلتزم بالشريعة الإسلامية وبالعقيدة الإسلامية لكن يا أخي هو يريد انتخابات ويريد النهضة أو غير النهضة يريد حزبا قوميا يحكمه ألا يعتبر حرا كل من لا يقبل بأن الحكم لله يكفر وعقوبته هو كفر إذا كان هو مسلم أصلي هو ردع حتى لو كان يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله ويقول أنا لا أريد أن أعمل إمارة إسلامية في تونس مش إمارة خلافة إسلامية نظام الحكم الإسلامي إما إمارة أو خلافة هذه تسميات سياسية الحكم الحكم بما أنزل الله عقيدة فريضة شرعية اللي ما يقبلهاش هو ما قبلش الإسلام أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن دلخائنين خصيمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوليكم الكافرون فأوليكم الظالمون فأوليكم الفاسقون بالمحصلة شيخ خميس نفهم من خلال ما قلته أن كل من لا يواثق على مشروعكم مش مشروعنا نحن لا عندنا مشروع هذا كلام أنا أكلمك أنا أكلمك بقال الله وقال رسوله مشروع السلفية مش مشروع سلفية مشروع الإسلام هذا دين محمد وهو الذي سينزل كل من لا يحصل في هذا المشروع هو كافر سينزل عيسى وسيحكم به ومن لم يلتزم بشريعة محمد سيقتله عيسى بن مريم هذا في صحية مسلم هذا فيما بعد نتحدث الآن من لا يمشي في هذا المشروع هو كافر بالنسبة لك يعني 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 إذا أنا يعني لا تعددية يعني يعني إذا أنا قلت أنا مسلم لكن لا أريد أن أكون في مشروع يعني يعني كيف ما بعد شوف كيف ما بعد هو بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوسطن خلوه فراغ وبعد يجي عيسى وما بعد هذا هو الدين لم ينسخ القرآن لم تنسخ الشريعة هذا هو حكم الله عز وجل لا بد أن نلتزم به من لم يلتزم بيحكم الله ولو صلى ولو صام يا أخي أبو بكر الصديق رضي الله لم يقاتل من امتان عن الزكاة قتلهم وهم يصلون ويصومون ويحجون الوقت يداركني كثيرا والنقاش يعني ولدي كثير من الأسئلة شيخ خميس فيما يتعلق بسوريا تردت في الآوان الأخيرة كثير من الكلام بأن هناك منظومة ماكينة تعمل داخل أراضي التونسية لتجنيد الشباب التونسي ليقاتلوا بين التوسين ليجاهدوا في سوريا هل هذا صحيح؟ لا أنا لا أعرف ماكينة ماكينة أنا الذي أعرف هو أن فيه شباب تونسي يلتحق بأرض فيه إجماع من المسلمين هذا كتب الجهاد على هؤلاء يعني أنهم خرجوا الشعب السوري خرجها ككل شعوب العربية خرجها تريد أن تبدل النظام أو تصلح بدأوا بدعوة الإصلاح فوجههم بالرصاص فصبروا تقريبا سنة كاملة بعدين تحول أخذوا قرارهم يذهبون بشكل فردي؟ لا أعلم هناك من يرسلهم؟ أنا لست الذي أرسلهم تعرف من يرسلهم؟ الله أكبر لا أقول لا أزم أنا أسأل هل تعرف من يرسلهم؟ لا والله لا أعرف والله بالخسن يقال بأنه هناك من يرسل الشباب التونسي للقتال في سوريا؟ طبعا أخي لا يجب أن نظمين أنفسهم أولي الشباب طبيعي عددهم كبير في سوريا؟ يبدو أنه كبير هذا الذي نسمعه لا أقول لك تقريبا والله لا أعرف خمسمائة ستمائة ستمائة أكثر من هذا والله لو أعرف العدد لا أقول وهذا فخر لنا طيب مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز قال الشيخ حرم الجهاد في سوريا ودعا العلماء بعدم دعوة الشباب للذهاب للقتال في سوريا ألا يعطي هذا نوع من الشبهة في موضوع الجهاد في سوريا؟ لا هو حرمه على نفسه فيه إجماع العلماء هذا العلماء ليس له الحق أن يبطل إجماعا كثير من العلماء اليوم يقولون بأن الجهاد في سوريا لا يجوز كثير من العلماء في كل حاله هو أفتى ولكن الشباب لا يسمعونه الشباب سمعوا أو لم يسمعوا هذه الفتوى صحيحة أو لا؟ لا يجوز صحيح هل تضع موضوع الجهاد في شبهة؟ لا في عرض الشام هم الذين قرروا بأن الجهاد واجب هؤلاء الذين يسمعون لهم يسمع قضية الجهاد والقتال يسمعون لها إلى شووخ الجهاد ليس هؤلاء لماذا يفتى وهذه الحماسة الكبيرة عن بعض العلماء للجهاد في سوريا وإرسال الشباب إلى هناك ويقال أن الشباب يرسلون على نفقة معينة ويتم تنظيمهم هنا في تونس ويرسلون بينما لا يتم ذلك في فلسطين غزة كانت تذبح منذ أيام؟ صح لأن فلسطين محاصرة محاصرة منترف سوريا محاصرة منترف الأردن مصر محاصرة ونحن نأمل في الله عز وجل أنه إذا تحررت سوريا سيمتد إن شاء الله التحرير إلى فلسطين بحول الله طيب لماذا هذه الحدود محاصرة مع فلسطين لا يسمح بدخول الشباب إليها للجهاد بينما الحدود في سوريا مفتوحة لأنها ثم دولة الظهر أنها فتحت حدودها تركيا فتحت حدودها حدودها تركيا ليست على حدود فلسطين ألا تعتقد أن هؤلاء الشباب هم وقود للعبة دولية كبيرة يستثمرونهم من قبل قرار سياسي كبير ربما في واشنطن ربما في دول أخرى لا أظن لأن واشنطن مع استمرار وجود هذا النظام حتى إسرائيل من مصلحتها أن يبقى هذا النظام لا نرى نفس الحماسة في فلسطين عند العلماء وعند المشايخ السلفين لا لا بالعكس حدود فلسطين محصنة تحسينا كبيرا وهذه الأنظمة كلها التي حرست هذه الأنظمة هي التي حرست ما يسمى بإسرائيل هؤلاء الشباب الذين يذهبون للقتال في سوريا ألا يقتلوا مسلمين في الجيش السوري قلت لك إن أبا بكر صديق وأصحابها رضي الله عنهم وعلي معهم قاتلوا من امتن عن الزكاة وهم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن هناك أولويات أولويات هذا الشعب يا أخي خرج مسالما يطالب بالإصلاح لماذا لم يصلح بعد ثم يعني صعت في مطالبه حتى وصل إلى إسقاط السلطة لماذا لم يصلح لماذا لم يتعلم الدرس من بن علي ومن حسني مبارك والقذافي لماذا هم عندهم الغرور والكبر لماذا ثم بالعكس سوريا هي ضحية ضحية إيران ضحية الاتحاد السوفيتي وضحية الصين ضحية إسرائيل وضحية الشيعة مالأسف نعم طيب فيما يتعلق أيضا بموضوع التيار السلفي هل لدى التيار السلفي هنا في تونس تمويل من الخارج؟ لا أعرف أنت من مؤسسين أنا قلت لك ليس لي بيتا والله ليس لي بيتا وليس لي سيارة والله يعيش عند بنتي واختي التيار السلفي ليس لديه تمويل؟ أنا 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 نكلم فيك عن نفسي أنت بكري تجعل تضاعني قائد السلفي يقول لك أنا شيخ منه أنت على الطلاع أنت على الطلاع عن هذا التيار ولديكم مشروع وتنظر إلى تطبيق هذا المشروع كيف يكون؟ قلت لك لسنا تنظيما نحن مشايخ نجوب المساجد وفي الحملات الدعوية ونحن ندفع الشباب إلى أن يقوموا بالحملات الدعوية والحملات الإغاثية وفعل الخير والتبشير بالمشروع الإسلامي وأن الحل هو الإسلام وأننا نحن في لعبة اسمها كذب وقراطية ولن تحل مشكلتنا ولم تحل مشكلة الغرب الغرب الآن يتساقط ومشروع الهش الاقتصادي يتساقط وهو يرجع إلى الإسلام من باب الاقتصاد الغربيين الآن شبابهم وبناتهم يدخلون الإسلام بشكل معناه أكبر اسم الآن موجود في أوروبا هو اسم محمد اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد شيخ خميس فيما يتعلق بأيضا الوقت الحالي أو الوقت الراهن في تونس هل تتحركون بسهولة أكبر مع وجود النهضة في الحكومة أم أن النهضة ضيقت عليكم كما في عهد النظام السابق؟ لا لا الحمد لله لا لم يصل الأمر إلى يعني نحن المشايخ فين مضايقات علينا لكن مش بالدرجة أنا شخصيا مثلا حكمت ثلاثة مرات بتهمة التدريس بغير رخصة التدريس بغير رخصة في المسيج ووقتها حركة النهضة وأنا كنت معهم خرجوا بياني وساندونني اليوم النهضة في الحكم هم ينزلونني من المنبر من على المنبر غيرت النهضة توجهاتها؟ طبعا تغيرت تغير خطابها وهنا الحزاب هذه لما تكون في المعارضة يكون عندها خطاب ولما تكون في السلطة يكون عندها خطاب أنا عندي خطاب واحد لو ترجع إلى التاريخ خميس كله خطاب واحد لم أتغير ولا نتغير أسأل الله لي ولا كثبت على الحق والمؤتع عليه فالمقصود أنه نشهدنا الحرية وهي كان الحرية لأنه يعني لا يستطيعون نسبية لا يستطيعون يعني أن مثلا يسجنوننا أو نحن الحمد لله في تونس متع بقدر من الحرية حرية حرية القول حرية الكلمة وأنا دائما أقول للشباب قولوا كل شيء إلا شيئا واحدا لا ترفعوا السلاح أنت ضد العنف الإسلام أمر أن المسلم يكون قوي لكن أمر بالتسامح أيضا لا المسلم فيه اعتدال الإسلام فيه اعتدال لابد أن تكون عنيفا في الوقت الذي يجبه تكون فيه عنيفا النهضة لا تشكل اعتدالا لا النهضة تميعت لازلتم تعتبرون النهضة حزبا إسلاميا حرفت الإسلام حرفت الإسلام حرفت الإسلام أم انحرف مسارها عن الإسلام حرفت الإسلام وانحرف مسارها ليست حزبا إسلاميا حزبا علمانيا النهضة حزبا علمانيا علمانة الإسلام علمانة الإسلام طبعا إذا كلم تدعو إلى تطبيق الشريعة ولو ترى ماذا يقول الأستاذ الغنوشي عن الإسلام عن العقيدة لا تصلح للعمل السياسي شيخ خميس للأسف شديد انتهى وقتنا تماما وكان بيودنا لدينا أسئلة أخرى في مسائل تتعلق بالتيار السلفي وغيره شكرا جزيلا لك شيخ خميس المنجري القيادي في التيار السلفي وأن كنت تتحفظ على هذه الصفة فأشكرك جزيلا شكر مشاهدين الكرام حوارنا انتهى لهذا اليوم شكرا لفريق العمل الذي رافقنا ولزميلي عماد شطارة وأيضا لمخرج الحلقة طونعون لكم احترامي إلى اللقاء اشتركوا في القناة